زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة احنا عندنا في صباح الخير يا مصر وعلى شاشة القناة الأولى بشكل مستمر على مدار الساعة بنتابع أبرز الفعاليات اللي بتحصل فيه مهرجان العالم عالمين بشكل مستمر مع طبعا مرسلنا الموجود هناك وكمان زميلنا الموزئين الموجودين هناك طبعا أكيد لحظة بلحظة العالمين سواء في الصبح أو في الليل كل الفعاليات بتختلف وبتناسب الكل وشواطئنا الجميلة بتتكلم عن نفسها زي ما انتو شايفين في الصورة لكن خلينا نروح لدينا شرف زملتنا في العالمين تنقل لنا الأجواء بنصبح عليك يا دينا صباح الخير يا هبة صباح الخير يا شازلي صباح السعادة والتفاؤل وصباح الجو الحلو كده والطاقة الإجابية والمية البحر ولونها الجميل والسماء الصفية وبنصبح عليكم من مارينة العالمين طبعا كلنا بنشهد زخم كبير جدا في مهرجان العالمين في نسخته الثانية وكمان يعني تأدى إلى رواج سياحي كبير جدا وأصبح مقصد كبير للسائحين مش من بس من المصير ولكن من الدول العربية ومن العالم كله بسبب طبعا الشواطئ الجميلة والشمس الصاطع الأجواء الصيفية الممتعة اللي موجودة في مدينة العالمين وفي مارينة العالمين بنرحب معنا النهاردة بضفنا اللي منورنا المهندس خالد سرور رئيس جهاز القرى السياحية صباح الخير يا فانديم ومشرفيننا ومنوريننا في مارينة العالمين إحدى الكرة السياحية يعني بتشهد أجمل فتراتها بجوار مدينة العالمين الجديدة أهلا بك في الحقيقة أن مهرجان العالمين أدى إلى رواج سياحي كبير جدا في مش بس في مدينة العالمين الجديدة لكن في كمان في القرى المجورة وفي منطقة الساحل الشمالي ككل إحنا السنة دي بنشهد النسخة التانية من مهرجان العالمين ويعني بحب أقولك أن فعلا تأثيره ما بقاش على مدينة العالمين الجديدة والزخم اللي موجود جوه المهرجان اللي خلى الكرة السحية اللي حواليها كلها بقيت بتشهد بوجود رواد لها وأن الفنادق كمان اللي موجودة بقى عندنا ناس يعني ترافك عالي جدا على الوحدات الفندقية اللي موجودة وده كلنا بقينا بنشهده وبنحس بيه خلال النسخة التانية من مهرجان ده طبعا في إطار الاستعدادات من مدينة المرينة العالمين الجديدة لاستقبال أساد المصطفين وكمان التنصيق مع مهرجان العالمين في نفس الوقت إحنا يعني كأحد الكرة السياحية اللي باشرف عليها كرئيس جهاز الكرة السياحية مدينة مرينة العالمين هي معها من ضمن الأجهزة زي جهاز العالمين الجديدة تابع لهاية المقدارات المرانية الجديدة فبالتالي فيه حالة تكامل بنا يعني فيه حالة تنصيق كامل سواء كان في خدمة المهرجان أو خدمة رواد المهرجان مبارح كان فيه حفل كبير للفنان قادم الساهر والنهار ده كمان فيه حفل أيضا كبير للفنانة مجدأ رومي نجوم عرب كثيرين موجودين فأكيد السياحة العربية بشكل كبير متواجدة في منطقة العالمين وفي مدينة مرينة العالمين أيضا وزي ما كنت بقول لسيادتك من شوية أنه مهرجان العالمين رواده تربين الكبار اللي يشرفونه زي قازم الساهر وغيره وغيره دول خلوا بقى فيه وجود كبير جدا للسياحة داخل كل الكرة السياحية مش مدينة العالمين الجديدة بس واللي بقينا بنحس بده فيه الأنشطة التجارية اللي موجودة يعني والأماكن التنزه والممشا السياحي والحاجات اللي موجودة عندنا جوة مرينة على العالمين لهينا بقى فيه وجود كتير أول السياح سواء كان السياحة مصرية داخلية أو سياحة عرب ده هل بالفعل عمل تنشيط كبير في مدينة مرينة على العالمين يمكن حدك تقول الأسواء المطاعم غيرها أصبح فيه رواج كبير في الفترة دي بالزبط ده حصل رواج وده حسنا للسنة التانية يعني إحنا للسنة كان فيه فرق ما بين السنين اللي فاتت ومن بداية مهرجان العالمين أنا عايز أقول لها هيك أنه فيه فرق كبير قوي بين السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي فاتت واللي قبلها يعني مهرجان العالمين كل السنة بيتطور وكل السنة بيبقى فيه أنشطة كتير جداً مش أنشطة غينائية بس لا يعني فيه أنشطة رياضية وأنشطة ترفيهية وإحنا يعني حتى بقينا بنحط كل الأنشطة اللي موجودة فيه الكرة السياحية المجاورة لمدينة العالمين الجديدة جوة الخريطة بتاعة مهرجان العالمين المسرح الروماني كان من أمتع الحفلات اللي بنشاهدها خلال فترات الصيف على مدار سنين طويلة جداً بعد مهرجان العالمين تم التنصيق ما بين مهرجان العالمين وكمان المسرح الروماني اللي إقامت بعض الحفلات الغنائية إحنا حالياً شغلين على تطوير المسرح الروماني وإن هو يكون بتواكب مع مهرجان العالمين بحيث أن الأنشطة اللي موجودة جواه تقدر تخدم على المهرجان يعني إحنا بصدد أن يبقى فيه حفلات الفترة اللي جاية هتكون تحت الأمبريلة بتاعة مهرجان العالمين الجديدة إن شاء الله يمكن كتير شاهدنا الفترة اللي فاتت في مهرجان العالمين في نسخة الثانية رواج سياح كبير زي ما بنقول لكن كمان فيه أنشطة وفيه ألعاب وفيه مسابقات رياضية كبيرة جداً هل امتدت دي لمدينة مارينة العالمين؟ امتدت لها وإحنا يعني بمارينة العالمين فيها أفضل بحيرات العالم اللي ممكن تكون بتخدم على المهرجان بشكل كبير جداً في الأنشطة الرياضية لأي بطولات رياضية موجودة جوه منطقة السباح مارينة العالمين هي من أقدم القرى السياحية موجودة في منطقة الساحل الشمالي لها روادها لها محبينها بشكل كبير اختلفت ايه عن السنين اللي فاتت؟ احنا زي ما شرحت لحضرتك لما يبقى في مدينة كبيرة وعليها سبوت سياسي من رأس الدولة السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ده بيخلينا نواكب التطوير ده فبقينا نطور جوه مارينة العالمين من رفع كافية البنية التحتية الشغل الأنشطة التجارية بقينا بنزود فيها الوحدات الفندقية تطوير على أكمل واجه بحيث انه يتواكب مع تطوير المدينة بشكل عام وبالإضافة لمهرجان العالمين بقى التطوير الزامي علينا ان احنا نقدر نتواكب مع ده مارينة العالمين بتتميز بمرسة كبيرة لليخوت هل تم تطويره الفترة اللي فاتت؟ بصدد ان احنا يعني في دراسة لده ان شاء الله قريب يعني كلمنا اكتر عن التنصيق ما بينكو بقى وما بين جهاز مدينة العالمين الجديدة لإقامة الحفلات هل يا ترى عشان ما يبقاش في تكرار للمطربين او الفنانين او الحفلات الغنائية بيتم التنصيق ازاي؟ هو انا كنت شرحت وانا بقى اتكلم سيادتك من شوية انه جهاز مدينة العالمين الجديدة وجهاز الكرة الصحية ومجهزين تبعين لهاية المجتمعات العمرانية الجديدة اللي بتقوم بدورها يعني بتطوير اكتر من اربعين مدينة منهم مدن الجيل الرابع اللي بخص منها مدينة العالمين الجديدة وبالتالي التنصيق معاهم بيبقى على اكمل وجه بان احنا يعني مش فكرة الحفلات بس لا كمان الزوار نقدر نتوائم مع ازاي ان احنا نخدمهم سواء في مرينة العالمين او في العالمين الجديدة تجهيز الشواطئ يمكن مارينة بتتميز بالشواطئ الناس بتيجي من كل الدنيا علشان تنزل هنا في شواطئ مدينة مارينة العالمين ازاي بتقوموا بتجهيز الشواطئ كل سنة قبل ما ساد المصافين يبدأوا يوصلوا احنا بنقوم بتجهيز شواطئ يعني جيتد وبتبقى خدمة مميزة جدا رواد مركز مارينة العالمين وكل سنة بنطور في الخدمة المقدمة جوه الشواطئ وبنزود عدد الشواطئ عندنا اربعتاشر كيلو بحر بالاضافة الى شواطئ مدينة العالمين الجديدة بحيث ان احنا نسري الشواطئ اللي ممكن تكون بتقدم خدمة للمصطفين مارينة العالمين لسه احنا يمكن في بداية فصل الصيف اللي ممكن تقدمه لسهد المصطفين خلال الفترة اللي جاية بنقدم احلى مية احلى خروجة الفنادق اللي عندنا اللي بتمتاز بوجودها على المية بشكل مباشر سواء على مية البحيرة بحيرة مارينة او على مية البحر بشكل مباشر الحاجات دي كلها بنقدر نقدم في مرها خدمات تقدر تكون متوامة مع المصطفين اللي جايين انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لمهندس خالد سرور رئيس جهاز القرى السياحي شكرا جزيلا لك زي ما تبعتوا معنا هبة وشازلي احنا حاولنا نتكلم معاكم عن مدينة مارينة العالمين وزي بتم التنصيق والتكامل ما بينها وما بين جهاز مدينة العالمين الجديدة لكن انا بذكر كل روادي مدينة العالمين النهاردة في حفل كبير للفنانة مجدرومي مع الماستر النادر عباسي ياريت مايفتكوش الحفل ده لانه هيكون حفل مميز جدا اكيد كلنا هنتابعوا وابفكركم مرة تانية احنا معاكم لحظة بلحظة من مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم العالمين في نسخة الثانية